اشتركوا في القناة اللهم صلي عليه في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي عليه في الملائي الأعلى اليوم الدين صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فالماهر لا شك أن الماهر المتقن المجود الحافظ العامل بهذا القرآن الكريم فهو في مرتبة الملائكة والذي يقرأ القرآن ويجد مشقة وتكلف وتعسف أثناء القراءة ولا زال يتعلم لا شك كما قال أهل العلم له أجران أجر المشقة وأجر القراءة كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وكما قال في الحديد أن بكل حرف حسنة والحسنة تبعش لأمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول الألف حرف واللام حرف والميم حرف ولازلنا أحبابي الكرام مع هذه المأدبة الربانية وهذه المأدبة الطيبة الطاهرة النورانية هي قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر القرآن ولازلنا مع رواية الإمام ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق وهي الرواية التي كنا يقرأ بها أهل المغربي وأهل كذلك السودان وكذلك بعض القرى في مصر وكذلك يقرأ بها دول ساحل كالسينيغال وغينيا ومالي والنيجر وكما تراحضون هذه الدول الإفريقية لها ارتباط بمذهب الإمام مالك فمذهب الإمام مالك الذي من شيوخه في القرآن كان الإمام نافع وورش أخذ هذه الرواية عن الإمام نافع رحمة الله عليه فورش أخذ هذه الرواية عن الإمام نافع من طريق الأزرق نستأنف حصصنا واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى باب المهم من أصول رواية الإمام ورش وهو باب المدود فهذا الترس سوف يقسم إلى مد أصلي ومد فرعي مد الأصلي ما كان مقداره حركتين ومد فرعي ما يمد في رواية ورش بست حركات لا غير وما يمد كذلك بأربع حركات كما سوف نرى والمد في اللغة يطلق على عدة معاني منها المط أو مطلق الزيادة كقوله تعالى يمددكم ربكم أن يزيدكم من فضله واصطلاحا هو إطالة زمن جريان الصوت أي خروج الصوت من الجوف من المخرج الجوفي بحرف من أحد الحروف المد الثلاثة وهي الألف والواو والياء التي جمعت في كلمة نوحيها وينقسم كما قلنا هذا المد إلى مد أصلي ومد فرعي فما هو المد الأصلي وما هو أنواعه انقسم المد الأصلي في الحقيقة إلى خمسة أنواع هناك مد طبيعي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف مده على أي سبب من همز أو سكون ويسمى كذلك مد أصلي لأن حرفه من أصل الكلمة ولذلك فهو واجب وصلا ووقفا مثل الذي يقول قال أو يقول أو قيل القسم الثاني النوع الثاني مد العوض وراحظوا أن اسمه يدل عليه أي ذلك التعويض الذي عوض التنوين ويكون عند الوقف على التنوين المنصوب كقولنا مثلا وكان الله بكل شيء عليما عندما نمد حركتين على كلمة الميم هي أصلها عليما فالعرب لا تقف على متحرك ولكن في التنوين تقف بهذا المد ويسمى مد العوض خبيرة بصيرة وقص على ذلك في القرآن الكريم النوع الثالث من المد الأصلي وهو مد الصلة الصغرى وهو في الحقيقة مد زائد بعدها الكناية حالة الوصل إذا لم يكن بعدها همز إذا كان بعدها همز يصبح مد صلة كبرى وكان ما قبلها وما بعدها أيضا متحركا لا ساكنا مثل قوله سبحانه وتعالى إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي إنه إذا وقفنا بمعنى أن هذا المد الصلة يثبت وصلا ولا يثبت وقفا وفي الرواية كما قلنا هناك مستثنيات يستثنى لورش في هذا النوع من مد الصلة الصغرى قوله سبحانه وتعالى يرضاه لكم في صورة الصمار حيث لا مد له أصلا فيها كذلك المد الطبيعي يكون في تلك الحروف التي تبتدئ بها بعض الصور والمجموعة في كلمة حي رهط ويقصد بهذه الحروف حي رهط والتي تكون في أوائل الصور القرآنية مثل الطاء الموجود في بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما عملنا اسمعنا شيء قريك يقول طاه أي مد أكثر من حركتين كذلك الحرف الياء من صورة ياسين ياسين لاحظوا السين مدين عليها بست حركات أو بأربعة ولكن هي ليست من الحروف المجموعة في كلمة حي رهطين فإذن الحاء حاميم الياء ياسين راء ألف لاميم راء والهاء كذلك في كلمة في ابتداء صورة طاه طاه أنا نقول طاه حركتين أو أكثر من حركتين والهاء كذلك أكثر من حركتين نوع خامس وهو مد التمكين وهذا قد يقع فيه حتى الحاذقون في القراءة والمتقنون هو مد يؤتى به أصلاً فصلاً بين واوين كيجيب بن جوج واوات أو بين ياءتين أولهما مشددة مكصورة والثانية ساكنة وذلك لتفادي الإضغام فيهما وسمي مد تمكين لأن القارئ لابد أن يتمكن منه ويخرجه متمكناً بسبب الشدة ويمد بمقدار حركتين مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم في بعض الأحيان تسمع القارئ يقول وإذا حييتم حييتم أين هو المد؟ لم يقرأ المد وإنما شدد على لي أما الأصل فيها وإذا حييتم حييتم حركتين تعرج الملائكة في يوم كان مقداره في يوم في يوم أصلها في يوم كذلك قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا آمنوا آمنوا هذا خطأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا مد تمكين يدخل في المد الأصلي فإذا هناك المد الأصلي فيه البد الطبيعي ما يمد حركة أي لا تقود الحرف إلا به ثم مد العوض أي يعود التنوين المنصوب خبيراً تقرأ خبيراً وقس على ذلك في القرآن مد الصلة الصغرى إنه كان بعباده إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ورابعاً الحروف المجموعة في حي رهطين وهي الحروف التي لا تمد إلا بحركتين وأخيراً مد التمكين الذي يجمع بين الواوين أو بين الهياءتين نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة المباركة ونضرب لكم موعداً إن شاء الله تعالى تتمة لهذا المعروف باب المدود في رواية ورشين وإلى هنا تنتهي الحصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلى آخر فتقع ذمذموماً مخذولاً وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَهُوَابِينَ غَفُورًا وَآتِذَ الْقُرُبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بَتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرُجُوهَا تَرُجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً لِلَا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر